يا صباح الفل النهاردة بقى هنعمل حاجة كده خفيفة سناك كده حلوة بالكيكاو أو بشكولاتة بس هنعملها بقى من غير دقيق ومن غير شكولاتة ومن غير دهون يعني حاجة كده خفيفة جدا وسهلة جدا واعتقد اقتصادية لدرجة كبيرة وبسيطة وتتعامل بسهولة ما بتاخدش خمس دقيق عميل بجد يعني تحضرها ما بياخدش وقت خالص تنفع بقى الأوقات اللي احنا فيها دي كسناك كده للمدرسة بقى للشغل واحنا عاديين بالليل كده نتسلة خفيفة كمان عشان خاطر ما فيهاش ديق خالص ممكن تتعامل بأي نوع من أنواع المكسرات يعني فليكسبل جدا وانا متأكدة هتعجبكم قوي وهتعملوها كتير كمان بس قبل ما نبتدي الفيديو لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو هنحتاج أول حاجة بضايا نص كوباية من السكر سكر عادي بقى أي سكر عندكم هنحط طبعا شوية فانيلي عشان خاطر البيض وهنحتاج كمان نص معلقة صغيرة من الملح وهنقلب بقى البيض والسكر كويس جدا 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 أن حد لما لونه يفتحه ويبقى هاشش والسكر يدوب تماما ممكن بقى في المرحلة دي تستخدموا المضرب الكهربائي يعني أي حاجة سهل عليكم الموضوع الدهوت المهم من السكر يدوب ويفتحه ويبقى هاشش خالص كده هنحط عليهم بقى معلقتين ونص كبار من الكاكاو أنا مستخدمها الكاكاو خامل لإن إحنا حاطين طبعا سكر في الأول لو عايزين تستخدموا الكاكاو عليه سكر نقلل السكر شوية وطبعا كده كده السكر ناسبي حطيت كمان معلقة كبيرة مليانة من اللبن البودرة وهنقلل بقى المكونات دي كلها مع بعضها المكونات الجفة مع المكونات الثيل ولا زبدة ولا زيت ولا دقيق ولا شوكولاتة لحد لما يندمج تماما ومبقاش في أي كتل من الكاكاو ولا لبن البودرة ولا أي حاج خالص يبقى سائل وتقيل كده شايفين قوامه تقيل إزاي؟ والمفوض يبقى كده معايا بقى من كوبايتين لتلت كوبايت من الفول السوداني يعني متكسر صغير ممكن تدوله طحنة خفيفة كده هوت في المطحنة أو تتكسروه كده هوت في الهون أو يعني تتحنوه أو تكسروه أو تجرشوه بالطريقة اللي تعجبكم مش لازم يبقى من تكسر قوي كده ممكن يبقى يعني متكسر على خفيف يعني زي ما انتوا عاوزين ومش لازم فول سوداني ممكن تحطه أي نوع من كسرات انتوا عاوزينها زي ما انتوا شايفين أنا بضيف بالتدرج يعني حبة حبة كان معايا الأول كوبايتين ضفتم طبعا لقيت إن العجينة محتاجة لأنها زي ما انتوا شايفين بصوا بتفرد تاني كده لا احنا عاوزينها تبقى مالمومة على بعضها ماسكة في بعضها مكلبشة في بعضها كده ما تفردش لأنه لو فرض سيبقى السوال زيادة فلازم نضيف الفول سوداني لحد لما العجينة تتلم زي ما انتوا شايفين كده وده شكلها والقوم بتاعة بتكون متماسكة زي ما انتوا شايفين كده ناخد بقى بمعلقة كده يعني معيار ونبتدي نشكلها على شكل أصابع يعني تبقى بورز كده او على شكل بقى مسلا دواير يعني زي ما انتوا عوزين هي ما اصابعي اما دواير فيش حاجة تانية وزبطها بادينا كده هوت وخلاص بصوا شكلها كده وهندخلها بقى فرن سخن طبعا متسخة من قبل كده في نص الفرن على الشبكة على درجة حرمية وستين لمدة تقريبا حداشر دقيقة ولم تطلع لو لقيتوها فرشت شوية ولا حاجة وهي سخنة زبطوها كده هوت باي حاجة بحيس انها تنشف على الشكل اللي انتوا عوزينه ولو انتم عاوزينها تبقى مقرمشة قوي خلوا سمكها قليل وحجم القطعة الوحدة صغنانة يعني خلوا قطعة صغنانة قوي تطلع مقرمشة معكم لو عاوزينها تبقى طرية شوية خلوهم مثلا كبار شوية زي ما انا عامناوا كدول كبار شوية فتبقى طرية شوية مش نشفة ومقرمشة قوي فالحجم اللي هتحطوه واتدخلو الفرن على حسب بقى الحجم ده هتطلع مقرمشة او طرية شوية وبعد كده لما تبرد ممكن تدخلوها التلاجة شوية علشان تفضل مقرمشة يعني تفضل مسكة نفسها ده القوام بتاع شايفين جميلة زي بصوا بقى دي اتمنى تفضلوا تاكلوا فيها بقى ما تشبعوش بجد حلوة قوي وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تسسوش تجربوا الوصفة وتقليوا رايكوا فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك واشوفكم ان شاء الله مرة الجاي في فيديو جديد